اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب مهنة أو حرفة سقف حريتها السماء هذا إذا كانت صادقة غايتها الإصلاح والبناء حريتها كفلها الدستور للقائمين عليها مهنة تجد صاحبها في كل مكان وفي كل زمان تحت أصعب الظروف وأخطرها تبحث عن الحق والحقيقة تجده معك صاحبها فدائي في كثير من الأوقات يحمل روحه على كفه إن كان صادقة دائما البحث والتحري تظنه وقتا ما أنه شرطي أو تقول هو محقق أو يخطر على بالك أنه من رجال القانون والقضاء ثم تراه رجل دين ثم تراه رجل اقتصاد وتجده في المناشط الاجتماعية نعم هكذا هو عمله يجعلك قريب من الناس كثيرا من الأوقات هو الذي يصيق العقول هو الذي يخطط ما يدور في ذهن الناس هو الذي ينقل ما يدور في المجالس على صفحات الجرائد مهنة سامية وهي ترقى بصاحبها إذا أحسن استغلالها ابتعد عن الكذب ابتعد عن التملق ابتعد عن الشائعات الذي سيكسبه سخط الناس وغضب ربه جل وعلا أحسن الله بالخير أبو سالم ألا شايفنا أحسن الله كيف الحال شارفنا أحسنك طيب الله يسرناك كيف الحال شارف زيارة مبارك يا أخوي الله يبارك فيه شارفنا الله يحمضك شارفنا ناقلنا نبي نشوف أجواء العمل نبي نشوف كم شذية زيارة يعني أحكي ده أول مرة طبعا تجي والله أول مرة وزين وصلنا سألنا عدنا قالوا لنا في الدول الثاني طبعا هنا إحنا حاليا في صالة التحرير هنا كل الأقسام التحريرية موجودة يعني العمود الفقري الجريدة يدار من هالمطبخ إن كان في أقسام الأخوان هنا في قسم المحليات هنا قسم الدولي أعطبا لا يعتبر تقسيم هذه المطبخة نحن عاملين طبعا كل ممكن كل سايد يعني قسم واحد يعني هنا قسم الدوليات كل ما يتعلق بإشان الدولي الأخوان هنا يديرونا هنا قسم المحليات واحد من أهم الأقسام بالجريدة أقسم قسم التحقيقات ويمكن مختص التحقيقات المحلية ويمكنها يعني نفتقر لها حقيقة في صحفنا المطلوب أن يكون فيه تحقيقات لما وراء الخبر هي اللي تابع الشأن المحلي يتناقشه مجموعة من الشباب يعني يديرونا يمكن أيضا القسم الرياضي ما يحتاج توهم منهكين طالعين من الدوري أيضا يعني مسمهم إضافة إلى القسم التقافة والأقسام التحريرية الأخرى الاقتصاد هيئة التحرير السكرتارية فهذه الصالة تقريبا هي الآن حسب الأنظمة الحديثة في كل مؤسسات الإعلامية تعتمد على صالة التحرير متكاملة تحتوي على أحدث التقنيات وهذه اللي حاولنا أنه يكون متوفر في صالة التحرير يمكن طبعا أكيد متحدث أكثر ما أنا كنت جاي لمكتبي فخلينا نتفضل على المكتب أخلينا نتفضل على المكتب ولعليا أحب أسمع تجربتك أنت ريال يصلك في الأعلام عمر ما شاء الله أسر الله يبارك فيه ويكون مزيد أعطاء في المستقبل وإذن نسمع هذه التجربة لعليا المشاهد يستفيد منها والله تجربة يمكن تمتد لقريبة لعن ربع قرن تقريبا أنا بديت كنت طالب الجامعة في 1990 بديت كنت في جريدة الراية كصحفي في قسم المحليات ميداء وأنا حرصت أن أكون صحفي صحفي أني أغطي الأخبار والتحقيقات كل ما يتعلق بالمجتمع التحقيقات الاجتماعية في 1995 انتقلت مع تأسيس جريدة الوطن كان بداية التأسيس فانتقلت من ضمن المجموعة اللي ساهمت في الوطن فجلس من 1995 سبتمبر لين 2004 في جريدة الوطن طبعا الدرج كنت رئيس قسم المحليات بعدين سكرتير تحرير بعدين نائب مدير تحرير بعدين مدير تحرير وكنت أول مدير تحرير قطري يمسك مدير تحرير في صحيفة محلية في 2004 نهاية 2004 انتقلت إلى الشرق نائب رئيس تحرير اللي 2008 كنت صدر قرار بأتولى رأسة التحرير ودي بس تاطي أن تحدي أو أكبر تحدي واجهته أثناء فترة عملك هذه شوف عالة نحن يمكن في صحافتنا كثير من الشباب القطريين أنهم يعزفون عن العمل الميداني وأنا خدت كنوع من التحدي أن أبي أجد نفسي وأفرض نفسي في العمل الميداني التحقيقات الصحفية تغطية المؤتمرات الأخبار وأنا أنزل بنفسي وكان هاي الصراع أنك أنت تقعد في مكتب ولا تنزل الميدان أنا ذكر قبل مد من واحد من الشيبان تصل فيني في 1993 عملت تحقيق عن غلاء المهور فكانت هذه الأخوة بدون ما أذكرهم أقروا مبلغ معين للمهر في ثلاثة فتصلوا فيني تعال غطي الموضوع فغطيته العام الماضي في 2013 تصلوا فيني مدكريني أننا عندنا عرص يا فلان تعال أهمر فكانت لفت جدا صراحة طيبة وماذا صراحة فتحت باب وهو مهمة صراحة الصحفي أو أنتو كجهة إعلامية توجيه الناس صراحة في موضوع بعض الأخطاء التي تقع في المجتمع منها مثلا غلاء المهور صراحة نحط لود كبير عليكم أو الضغط كبير صراحة عليكم أن أنتو تقرون فعلا توجهون المجتمع تحلون هذه الأشكاليات ليس بتغطية واحدة بل هي عدة مقالات وأعتقد أننا قضايا المجتمع محتاجة تكاتف الله يعينه وياكم على فعل الخير يمكن في بعض المحاذير الشرعية التي انتشرت في الجرائد والمجلات منها مثلا انتشار موضوع الأبراج وما أبراج ما أدري إن شاء الله أنه ما يكون موجود عندكم نحن يمكن في الشرق عندنا نسعى إلى خلق رسالة تتوافق مع قيمنا المجتمعية يعني كما أشرت لموضوع الأبراج واحدة من الأشياء التي حقيقة لا نلتفت لها لأنها غير موجودة عندنا في الجريدة حتى أحيانا بعض الصور الخادشة للحياة نرفضها تماما حتى ولو جاءت بإعلانات صراحة مثل ما تفضلت ليس من عداتنا ولا من تقاليدنا وديننا نهارنا عنه لأن نيدش في الشركيات يعني حتى مش في أمور بسيطة فنشكركم على هذا الأمر يمكن أمر ثاني وهو مهم علاقتكم أعتقد بوسائل الاتصال الحديث اليوم الواتساب والتويتر والبلاكبري وكل هذه الوسائل قد يتكون وسعت انتشار الأخبار وصارت أسهل انتشار لكن يبقى الانضباط في العمل الصحفي في موضوع مثلا عدم انتشار الشائعات عدم انتشار يعني انضباط أو مصداقية المعلومة أهم من كثرتها أو حتى لو كانت مثل ما تقول لماعة تهمنا المصداقية قبل السبق الصحفي أنا يمكن تحتدي جيني حيانا في اليوم عشرات الأخبار بس إذا ما لها مصدر ثقة وإذا ما عندي الوثائق والمستندات أرفض أن أتعامل معها فهمت من كرامك أنتوا تقريبا أنكم مبدئين تقديم مبدأ القيم والمبدأ التي تثبتين عليها حتى ولو كانت الصراع مع جانب مادي مثل ما تفضل موضوع العلانات التي تجيكم وكذا يبقى المبدأ أننا ما نحط هذه الصور هو صراع بين صاحب الجريدة أو العاملين ما بين هذا وذاك والصراع الثاني ما بين السبق الصحفي والمصداقية في المعلومة والله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم فقال فتبينوا في روايا فتثبتوا فلابد من التثبت والتبين وتثبتكم وتبينكم هذا بينعكس حتى على الناس لما الناس تتعود أن الأخبار في الجرائد تكون في معظمها الإشاعات يسهل عليها نشر الإشاعات لكن لما يتعودون أن الأخبار ما تجي إلا صحيحة يصير عندهم في اللاواء أنه لما نشر الخبر لازم بيكون صحيح ودقيق انعكاسا من الواقع اللي هو يعيش الله يباري فيك طولنا عليك لا والله أبدا أنا أتمنى مثل هذه الزيارات وباب الشرق كلها مفتوحة نتمنى في أي وقت أن نحن نخلق شراكات مع الكل الأفراد مؤسسات وشركات ونحن بمناسبة سبق أن نحن تبنينا حتى حملات توعوية دينية يعني كانت دين النصيحة جانب حتى مع أخواننا في وزارة الداخلية على موضوع الحوادث حملة والله عيد أي لاحنا مقصرين في الزيارة نحن من عكسي على رحلة الساعة ونتمنى أن نشوفكم نشوف كل الأخواب بالشرق وقلوبنا مفتوحة قبل أبواقنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك ننتقوا إياك على خير نتشرف إن شاء الله مع السلام اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب